اسم الدرس أتعرف الدائرة والكرس الدائري أوظف سادساً أرسم دائرة دال قيس قطرها بسنتيمتر ستة الإجابة أتأكد من صحة عملي باستعمال القيس الإجابة سابعاً ألف أرسم على ورقة النقطة ميم أرسم النقاط ألف با جيم دال ها كاف حيث يكون بعد كل منها عن ميم ثلاثة سنتيمتر أبين لأصدقائي كيف توصلت إلى ذلك؟ الإجابة توصلت إلى ذلك برسم دائرة مركزها ميم وشعاعها ميم ألف يساوي ثلاثة سنتيمتر فإما أن أرسم باقي النقاط على حدود الدائرة أو أن أعين نقاطاً تبعد ثلاثة سنتيمتر عن ميم في كل الاتجاهات وأتأكد من صحة بعدها بتلك المسافة برسم دائرة شعاعها ميم وإحدى تلك النقاط وفي النهاية يجب أن تمتمي جميع النقاط إلى الدائرة هل يمكن إيجاد نقاط أخرى بعد كل منها عن ميم ثلاثة سنتيمتر؟ ما عددها؟ الإجابة نعم، يمكن إيجاد عدد لا نهائي من النقاط بعد كل منها عن ميم ثلاثة سنتيمتر ثامناً، أرسم دائرة عين قيس قطرها ألف جيم بسنتيمتر خمسة الإجابة أرسم لهذه الدائرة القطر بادال عمودياً على ألف جيم الإجابة ما نوع الرباعي ألف با جيم دال؟ أعلّي الإجابة 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 الرباعي ألف با جيم دال مربع لأن أطلاعه متقايسة ومتعامدة ولأن قطريه متعامدان وزواياه الأربعة قائمة تساوي تسعين درجة لكل زاوية تاسعاً أرسم دائرة سين قيس شعاعها بالمليمتر خمسة وثلاثون أرسم القطرين نون قاف وصاد واو غير متعامدين الإجابة الإجابة ألف ما نوع الرباعي نون صاد قاف واو؟ أعلّي الإجابة الإجابة رسم مصغر بنسبة النصف الرباعي المتحصل عليه مستطيل لأن قطريه متقايسان وليس متعامدين وأطلاعه متعامدة ومتقايسة مثنى مثنى والزوايا الأربعة قائمة باء لماذا لم أتحصل على نفس الشكل الذي تحصلت عليه في التمرين السابق مربع الإجابة لم أتحصل على نفس الشكل في التمرين أعدى الثمانية لأن القطرين غير متعامدين عاشراً أرسم دائرة دال أرسم قطرها ألف باء الإجابة أعين على الدائرة نقطة جيم ثم أرسم الحبلين ألف جيم وباء جيم الإجابة ما نوع الزاوية التي رأسها جيم؟ الإجابة الزاوية التي رأسها جيم هي زاوية قائمة هل أحصل على نفس نوع الزاوية بتغيير موقع جيم على الدائرة في كل مرة؟ الإجابة سنقوم بتغيير موقع جيم على الدائرة وننظر في إمكانية الحفاظ على نفس نوع الزاوية أحصل على نفس نوع الزاوية مهما غيرنا موقع جيم على الدائرة إحدى عشر يريد ضياء رسم زاوية قائمة لكنه لا يملك إلا بركارا ومسطرة أساعده على رسم هذه الزاوية الإجابة هناك عدة طرق منها مثلاً يبني الموسط العمودي لقطعة المستقيم ألف باء أو يرسم دائرة ويعين لها قطراً ثم يعين نقطة تنتمي إلى الدائرة ثم يربط بين النقاط الثلاث فيتحصل على مسلس قائم الزاوية وبذلك يرسم الزاوية القائمة التي يريد رسمها إثنى عشر أرسم كطعة مستقيم ألف باء قيسها بالسنتيمتر أربعة الإجابة أعين النقاط التالية حسب المعطيات المقدمة في هذا الجدول إن أمكن ذلك النقطة بعدها عن طرفي ألف باء جيم ثلاثة سنتيمتر دال أربعة سنتيمتر ها واحد سنتيمتر كاف اثنان سنتيمتر الإجابة يمكن رسم النقاط جيم ودال وكاف أما النقطة ها فلا يمكن رسمها ألاحظ وأستنتج الإجابة أستنتج أن النقاط التي يمكن رسمها لابد أن يكون قيسها يساوي أو أكبر من إثنين سنتيمتر أي يساوي أو أكبر من نصف ألف باء ثلاثة عشر النقطة ميم تبعد أربعة سنتيمتر عن طرفي قطعة المستقيم ألف باء المحمولة على المستقيم سين أنقل الرسم وأحدد النقطتين ألف وباء الإجابة أبين لأصدقائي كيف توصلت إلى ذلك رسمت النقطتين ألف وباء باستعمال البركار فتحت البركار بأربعة سنتيمتر وضعت شوكة البركار في ميم رسمت قوسين على سين متباعدين بأربعة سنتيمتر عن ميم سميت نقطة تقاطع القوس الأول مع سين ألف وثانية باء فتحصلت على ألف باء المحمولة على سين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر